موسيقى بطلب إيراني تأجيل المباحثات النووية حتى تولي رئيسي للسلطة وواشنطن تؤكد أن التفاوض ليس مطروحا للأبد الحراك الفرنسي يضغط باتجاهين في لبنان وترقب لرد عون حول التشكيلة الحكومية التي تسلمها من الحرير أمس مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مفتوحة اليوم على المستوى الوزري بشأن الأوضاع في بيئا موسيقى وصعدتم عوقاتا مشاهدين وأهلا بكم إلى جولة أخرى مع آخر الأخبار نبدأها بآخر تطورات الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران لكن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لكن الخارجية الأمريكية ذكرت أن عرض العودة للمحادثات لن يظل متروحا للأبد مصدر ديبلوماسي أمريكي قال أن إيران أبلغت أوروبا بأنها لن تستأنف المفاوضات حتى تولي رئيسي للسلطة مؤكدا إلى أن المؤشرات تؤكد أن المحادثات النووية لن تستأنف قبل منتصف شهر أغسطس المدر في ألتنا نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله أن كل تهديد تواجهه أمريكا من إيران يزداد خطورة في غياب القيود على برنامجها النووي الصحيفة أكدت نقلا عن المسؤول الأمريكي أن إنهاء برنامج إيران النووي لا يزال أحد أهم بواعي في قلق أمريكا وأكثرها الحاحن وأضف أن واشنطن تعتزم مواصلة جهودها للحد من أنشطة برنامج إيران النووي بالإضافة لحماية المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في القضايا غير النووية ينتظر اللبنانيون اليوم جواب الرئيس اللبناني ميشيل عون على التشكيلة الحكومية التي قدمها له رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أمس وتتضمن تشكيلة 24 وزيرا من الاختصاصيين وتراعي شروط المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري يتزامن ذلك مع ضغط دولي لتأليف الحكومة تمثلا في الحراك الفرنسي الذي قالت مصادر أنه يعمل على خطين متوازيين أولهما منعوا تفاقم الأزمات الحياتية عبر تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان في الرابع من أغسطس المقبل والآخر الضغط لتشكيل الحكومة إلى ذلك علن صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغي 860 مليون دولار للبنان ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين في إطار خطة لزيادة احتياطيات الصندوق الرئيس اللبناني ميشيل عون رحب بأي دعم يقدمه الصندوق معتبرا أن البلد مقبل بعد تشكيل الحكومة على تطبيق خطة نهوض تتضمن إصلاحات تشعية تحقق الشفافية وفق تعبيره وكان الصندوق قال سابقا أن لبنان لا يمكنه تخطي أزمته من دون حكومة إصلاحات حيث يعاني اللبنانيون نهيارا قياسيا في قيمة العملة مقابل الدولار فضلا عن شحن في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية أزمة الكهرباء في لبنان هي أيضا ألقت بثقلها على المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة إذ بات من الصعب عليها تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل أجهزة التنفس حالة وفاة دقت نقص الخطر في لبنان وأدت إلى تعاطف بعض المستشفيات مع المرضى وتوفير أسر لهم فقط لوضع أجهزة التنفس سبعة أعوام أنضاها أبو هاني على هذا الفراش برفقة جهاز التنفس مكانه خلا فالسبعيني الذي توقفت رئتاه عن العمل لم يتحمل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي رحل وسط عجز العائلة عن مساعدته كان يمشي شوي يقعد شوي يقولوا لي جيبوا لي الكهرباء جيبوا لي الكهرباء ما قدر تنفس صدفت نزله على مستشفى المقاصد ناخده نحطه بالطوارئ بس لأكرامة الكهرباء يعني عادة هو عايش على المكانات كان من المفترض أن تغادر السيدة مبارك هذه الغرفة منذ ثلاثة أسابيع لكن مستشفى رفيق الحريري الحكومي قرر إبقاءها حتى إشعار آخر خوفا من أن طلق مصير مرضى خسروا حيواتهم مع حاجتهم الدائمة لأجهزة التنفس فتح المرضى نوافذ غرفهم هنا مع توقف المكيفات عن العمل فانقطاع الطيار الكهربائي لم يستثني مستشفيات لبنان التي اضطرت للإسراع بتأمين المزود كي لا تنطفئ المولدات هذا طبعا حيشكل يعني عبق كبير على كاهل هالمستشفيات عبق مالي كبير وأنا برأيي أنه هذا أكيد حيأثر على قديش هالمؤسسات فيها تظل تستمر بيداء الخدمة لذلك أنا بشوف أنه هلأ للأسف يعني كثير من الحلول اللي عم تطرحيه يعني مثل ما بيقول المثل مرقني اليوم وغرقني بكرة وصل عدد ساعات تقنين الكهرباء إلى أكثر من ثلاثين ساعة الأسبوع الماضي ومن غير المستبعد أن يتكرر المشهد في زمن الانهيار دوامة من الأزمات يتخبط فيها اللبنانيون كل واحدة مرتبطة بالأخرى وجميعها تهدد مصيرهم الصحي والاقتصادي والاجتماعي غنوي يتيم الحدث بيروت أعلن زعيم تير الصدري مقتدى الصدر انسحابه من الانتخابات النيابية القادمة وسحب يده من المشاركين في الحكومة أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر فالجميع أما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة على مستوى وزراء الخارجية حول المسار السياسي بليبيا يحضرها رئيس الحكومة الليبية عبد الحبيد دبيبة وسيتم خلال الجلسة التي سترأسها فرنسا مناقشة الوضع في ليبيا بما في ذلك ملف الانتخابات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إضافة إلى ملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات بالإضافة أيضا إلى مخرجات مؤتمر برلين 2 وفشل منطق الحوار السياسي في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات هذا وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش إن جلسة اليوم تمثل فرصة أخرى لتحشيد الدعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها حول آخر تطورات الميدانية في اليمن أجبرت انتصارات الجيش اليمني وتقدمه في محافظة مأرب أجبر ميليشيات الحوثي على الفراري باتجاه محافظة البيضاء وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات انتصارات كبيرة للجيش والمقاومة اليمنية وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب شهدت تقدما ميدانيا كبيرا لقوات الجيش الوطني والمقاومة وبدعم من التحالف مصدر عسكري قال إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مناطق واسعة ومرتفعات استراتيجية وعدد من المواقع المهمة مضيفا أن مجموعات من الحوثيين سلموا أنفسهم لقوات الجيش والمقاومة في أطراف مديرية رحبة بعد أن تركتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران اليوم السيطرة على منطقة بقفة وتصويت تاب الكامل من الميليشيات الحوثية ونحن الآن متجهة إلى منطقة الحفار بلاد آل جميل وثمد حر العدو وهناك غنائم من الصلاح والعكاد والأحسرات انتصارات ميدانية تزامنت مع أكيام مقاتلات تحالف دعم الشرعية بشن غارة مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهات متفرقة بأطراف محافظة مأرب كبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعداد كما تمكنت دفاعات الجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيارة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غرب مأرب سياسيا طالب السفير اليمني في بروكسل الدول الأوروبية بالمزيد من الضغط على الحوثيين وداعمهم للقبول بمبادرة السلام مؤكدا أن السمرار ميليشيات الحوثي في هجماتها على مغافظة مأرب والبيضاء يؤدي إلى سفك دماء المدنيين وفيما صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة البعثة الأممية في اليمن تتجه الأنظار نحو المبعوث الأممي المرتقب الذي سيخلف البريطاني مارتين جريفتس وقدرته على إنعاش عملية السلام أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الاتفاق على إنشاء نقطة لوجستية تابعة للبحرية الروسية على البحر الأحمر مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التوقيع عليه يتطلب وقتا ووفقا للوزيرة السودانية فإنه تم تحويل الاتفاقية إلى الحكومة السودانية للنظر فيها وكانت وزيرة الخارجية السودانية قالت في وقت سابق إنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم واليوم أرسل بوتين إلى مجلس الدومة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية قال عبد العزيز علي سقر السفير السعودي في تونس إن الجسر الجوي لتوفير احتياجات البلد الطبية بسبب جائحة كورونا جاء بأمر من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تشاهدون معي الآن وصول الطائرة الثانية المحملة بتسعين طن من الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبتوجيه وإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استجابة لطلب ورغبة الرئيس التونسي قيس سعيد ودعم للشعب التونسي الشقيق وهذا الجسر الجوي وصلت من الآن طائرتان إلى مطار تونس وغدا إن شاء الله يستكمل وصول الطائرة الثالثة وتكون إن شاء الله محملة بتسعين طن أخرى من كافة الاحتياجات التي يحتاجها الشعب التونسي الشقيق ندعوكم مشاهدينا لمتابعة قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب يمكنكم أن تتفاعلوا معها والقيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني الحدث دوت نت إلى اللقاء سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء مستحبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة ومن الاستعانة بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فعما ستوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بطاقية جرينتش على شاشة الحدث نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا فزع على الأرض رعب من السماء طفولة يسرقها الجلع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرنا من الجحيم باحثونا عن المجهول اشتركوا في القناة طلب إيراني تأجيل المباحثات النووية حتى تولي رئيسي للسلطة وواشنطن تؤكد أن التفاوض ليس مطروحا للأبد الحركة الفرنسية ضغطوا باتجاهين في لبنان وترقم لرد عون حول التشكيلة الحكومية التي تسلمها من الحريري مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مفتوحة على المستوى الوزري بشأن الأوضاع في ليبيا اليوم أهلا ومرحبا بكم لمتابعة آخر الأخبار نستهلها بالملف النووي الإيراني حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران لكن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لكن الخارجية الأمريكية ذكرت أن عرض العودة للمحادثات لن يظل مطروحا للأبد مصدر ديبلوماسي أمريكي قال أن إيران أبلغت أوروبا بأنها لن تستأنف المفاوضات حتى تولي رئيسي للسلطة مؤكدا إلى أن المؤشرات تؤكد إلى أن المحادثات النووية لن تستأنف قبل منتصف شهر أغسطس المقبل في الأثناء نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله أن كل تهديد تواجهه أمريكا من إيران يزداد خطورة في غياب القيود على برنامجها النووي الصحيفة أكدت نقلا عن المسؤول الأمريكي أن إنهاء برنامج إيران النووي لا يزال أحد أهم بواعث قلق أمريكا وأكثرها الحاحن وأضف أن واشنطن تعتزم مواصلة جهودها للحد من أنشطة برنامج إيران النووي بالإضافة لحماية المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في القضايا غير النووية ما زلنا نرى أنه من مصلحة الولايات المتحدة ومصلحتنا الوطنية لانخراط في نقاش مستمر حتى نتمكن من الحصول على رؤية أكبر لمسار إيران لامتلاك السلاح النووي لذلك سنواصل متابعة تلك المحادثات وسنتابع المسار الدبلوماسي إلى الأمام الذي نعتقد أنه سيظل بناء وفي مصلحتنا من جانب آخر حذر المدير العام للاستخبارات البريطانية كين ماكالوم من تهديدات مختلفة ومتنامية تقف خلفها دول مثل الصين، روسيا وإيران لكي نكون واضحين أن النشاط الذي يواجه جهاز الاستخبارات البريطانية يوما بعد يوم يأتي في الغالب بطرق مختلفة تماما من منظمات مدعومة من دول مثل روسيا والصين وإيران علينا فقط أن نكون واقعيين وقويين بشأن تلك الأماكن التي يواجه فيها جهاز الاستخبارات ناشاطا ضرا وهو ما نقوم به كل يوم في هذا المجال الحيوي المتنامي والصعب من عمل جهاز الاستخبارات الوطنية المبعوث الأمريكي في الملف الإيراني روبرت مالي قال في سياق متصل بأن محاولة اختطاف الصحفية من أصل إيراني مسيح علي نجاد مؤكدا رفض بلاده لاستمرار طهران في انتهاكات حقوق الإنسان والسهداف الصحفيين مشيرا إلى أن النظام الإيراني يستخدم الخطفة كمحاولة لإسكاة أصوات المعارضة المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن إدارة الرئيس ستدافع بقوة عن المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في المنطقة إننا ندين بشكل قاطع المؤامرة الإيرانية الخطيرة والبغيظة التي تم الإبلاغ عنها لاختطاف مواطن أمريكي على الأراضي الأمريكية سندافع بقوة عن المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ قانون مثل تلك التي تم الإعلان عنها بالأمس بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس للدفاع عن القوات الأمريكية في المنطقة من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران قالت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبال والسلام شيرين عبادي أن النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة اعتمد على سياسة القتل والاغتيالات ضد المعارضين مضيفة أن هذه السياسة مستمرة إلى الآن النظام الإيراني منذ مجيئه ووصوله إلى السلطة اعتمد للأسف الاغتيالات والقتل ضد المعارضين وهذا مستمر إلى الآن والسبب في استمرارية النظام بهذه الأعمال هو أن أمريكا وكندا والدول الأوروبية أغمضت أعينها عن حقوق الإنسان في إيران راقبت بقلق المعارضة الإيرانية مسيح علي نجاد عناصر من الشرطة ومتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين أمام منزلها في بروكلين لحمايتها من خطر لاحقها لسنوات النظام الإيراني مسيح نجاد عاشت مع تهديدات ومطاردة النظام الإيراني لها لسنوات لاستخدامها منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لرفع الستار عن خروق النظام ضد حقوق المرأة وقمعهم للشعب الإيراني ولكن الـ FBI أكد لها أن هذه المرة كانت مختلفة وأكثر خطورة موضحا أن أربعة مسؤولين في المخابرات الإيرانية خططوا لخطفها من منزلها في نيويورك وأنهم أقرب لها مما تظن الخطر أحبطته الاستخبارات الأمريكية إلى حد ما حيث تمت إيدانة الإيرانيين الأربعة واتهامهم بالتخطيط لاختطاف الصحفية الأمريكية من أصول إيرانية ولكن الأمر استغرق ثمانية شهور من التحقيق والتتبع الأمريكي الذي تضمن تغيير حياة مسيح نيجاد لسلامتها بما في ذلك وضعها في بيوت آمنة استراتيجية النظام الإيراني ضد الناشطين والمعارضين في الخارج ليست بالجديدة مفادها استدراجهم إلى الداخل حتى لا تتهم بخرق القوانين الدولية وفي قضية مسيح نيجاد أرادت طهران استخدام الطريقة نفسها بحسب وزارة العدل الأمريكية التي أكدت أن أحد المتهمين بخطفها بحث عن خدمة تقدم قوارب سريعة على الطراز العسكري للإجلاء البحري الذاتي من مدينة نيويورك والسفر إلى فنزويلة التي تتمتع حكومتها بعلاقات ودية مع إيران ثم الذهاب إلى طهران ينتظر اللبنانيون اليوم جواب الرئيس اللبناني ميشيل عون على التشكيلة الحكومية التي قدمها له رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أمس وتتضمن التشكيلة 24 وزيرا من الاختصاصيين وتراعي شروط المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس المجلس النواب نبيه بري تزمن ذلك مع ضغط دولي لتأليف الحكومة تمثلا في الحركة الفرنسية الذي قالت مصادر أنه يعمل مع خطين أو على خطين متوازيين أولهما منع تفاقم الأزمات الحياتية عبر تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان في الرابع من أغسطس المقبل والآخر الضغط لتشكيل الحكومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلن صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغ 860 مليون دولار للبنان ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 الدولة خلال الشهرين المقبلين في إطار خطة لزيادة احتياطيات الصندوق رئيس اللبناني ميشيل عون رحب بأي دعم يقدمه الصندوق معتبرا أن البلد مقبل بعد تشكيل الحكومة على تطبيق خطة نهوض تتضمن إصلاحات تشرعية تحقق الشفافية وفق تعبيره وكان الصندوق قال سابقا أن لبنان لا يمكنه تخطي أزمته من دون حكومة إصلاحات حيث يعاني اللبنانيون انهيارا قياسيا في قيمة العملة مقابل الدولار فضلا عن شحن في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلاع الغذائية تظهر أقارب ضحايا في جار المرفأ أمام محكمة بيروت للتنديد بالتدخل السياسي في التحقيق ورفع الحصانة عن المسؤولين الذين كانوا يشغلون مناصب وزرية في وقت التفجير الذي أودى بحياته أكثر من مئتي شخص هذا في وقت دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن مسؤولين كبار معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد إعاقة للعدالة الحصانة إيساق Release إيسا كما يتواجه الإيساكب إتقرأي إنتبه إتقرأي 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 أزمة الكهرباء في لبنان ألقت بثقالها على المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة إذ بات من الصعب عليها تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل أجهزة التنفس حالة وفاة دقت ناقوس الخطر في لبنان وأدت إلى تعاطف بعض المستشفيات مع المرضى وتوفير أسرة لهم فقط لوضع أجهزة التنفس سبعة أعوام أنضاها أبو هاني على هذا الفراش برفقة جهاز التنفس مكانه خلى فالسبعيني الذي توقفت رئتاه عن العمل لم يتحمل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي رحل وسط عجز العائلة عن مساعدته كان يمشي شوي يقعد شوي يقولوا لي جبوا لي الكهرباء جبوا لي الكهرباء ما قدر تنفس صادفت نزله على مستشفى المقاصد ناخده نحطه بالطوارئ بس لأكرامة الكهرباء يعني عادة هو عايش على المكانات كان من المفترض أن تغادر السيدة مبارك هذه الغرفة منذ ثلاثة أسابيع لكن مستشفى رفيق الحرير الحكومي قرر إبقاءها حتى إشعار آخر خوفا من أن طلق مصير مرضى خسروا حيواتهم مع حاجتهم الدائمة لأجهزة التنفس بحي يسلوا معهم عم تجي نت ساعة تقريبا إلي شي شهر شهر كان لازم أطلع يعني صارت معي يعني صحت من شغلة والرواية صار بدي أكسوجين وصارتها الشغل يمكن هل ما كان يتكون ما في غيره عم بيلبوني بيقطع وغيره فتح المرضى نوافذ غرفهم هنا مع توقف المكيفات عن العمل فانقطاع الطيار الكهربائي لم يستثني مستشفيات لبنان التي اضطرت للإسراع بتأمين المزود كي لا تنطفئ المولدات هذا طبعا هيشكل يعني عبق كبير على كاهل هالمستشفيات عبق مالي كبير وأنا برأيي أنه هذا أكيد هيأثر على قديش هالمؤسسات فيها تظل تستمر بيداء الخدمة لذلك أنا بشوف أنه هلأ للأسف يعني كتير من الحلول اللي عم تطرحي يعني مثل ما بيقول المثل مرقني اليوم وغرقني بكرة وصل عدد ساعات تقنين الكهرباء إلى أكثر من ثلاثين ساعة الأسبوع الماضي ومن غير المستبعد أن يتكرر المشهد في زمن الانهيار دوامة من الأزمات يتخبط فيها اللبنانيون كل واحدة مرتبطة بالأخرى وجميعها تهدد مصيرهم الصحي والاقتصادي والاجتماعي غنو يتيم الحدث بيروت أعلن زعيم التيار صدري مقتد الصدر انسحبه من الانتخابات النيابية القادمة وسحب يده من المشاركين في الحكومة أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر فالجميع أما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة على مستوى وزراء الخارجية حول المسار السياسي بليبيا يحضرها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة وسيتم خلال الجلسة التي سترأسها فرنسا مناقشة الوضع في ليبيا بما في ذلك ملف الانتخابات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى ملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات أيضا بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين الثنين وفشل منطق الحوار السياسي في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كابيتش إن جلسة اليوم تمثل فرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها أجبرت انتصارات الجيش اليمني وتقدمه في محافظة مأرب أجبر ميليشيات الحوثي على الفراري باتجاه محافظة البيضاء واستنهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات انتصارات كبيرة للجيش والمقاومة اليمنية وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب شهدت تقدما ميدانيا كبيرا لقوات الجيش الوطني والمقاومة وبدعم من التحالف مصدر عسكري قال إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مناطق واسعة ومرتفعات استراتيجية وعدد من المواقع المهمة مضيفا أن مجموعات من الحوثيين سلموا أنفسهم لقوات الجيش والمقاومة في أطراف مديرية رحبة بعد أن تركتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران انتصارات ميدانية تزامنت مع أكيام مقاتلات تخالف دعم الشرعية بشن غارة مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهات متفرقة بأطراف محافظة مأرب كبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعداد كما تمكن دفاعات الجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيارة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غرب مأرب سياسيا طالب السفير اليمني في بروكسل الدول الأوروبية بالمزيد من الضغط على الحوثيين وداعمهم للقبول بمبادرة السلام مؤكدا أن السمرار ميليشيات الحوثي في هجماتها على مغافظة مأرب والبيضاء يؤدي إلى سفك دماء المدنيين وفيما صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة البعثة الأممية في اليمن تتجه الأنظار نحو المبعوث الأممي المرتقب الذي سيخلف البريطاني مارتين جريفثس وقدرته على إنعاش عملية السلام قال عبد العزيز علي الصقر السفير السعودي في تونس إن الجسر الجوي لتوفير احتياجات البلد الطبية بسبب جائحة كورونا جاء بأمر من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تشاهدون معي الآن وصول الطائرة الثانية المحملة بتسعين طن من الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبتوجيه وإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استجابة لطلب ورغبة الرئيس التونسي قيس سعيد ودعم للشعب التونسي الشقيق وهذا الجسر الجوي وصلت من الآن طائرتان إلى مطار تونس وغدا إن شاء الله يستكمل وصول الطائرة الثالثة وتكون إن شاء الله محملة بتسعين طن أخرى من كافة الاحتياجات التي يحتاجها الشعب التونسي الشقيق أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الاتفاق على إنشاء نقطة لوجستية تبعة للبحرية الروسية على البحر الأحمر مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التوقيع عليه يتطلب وقتا ووفقا للوزيرة السودانية فإنه تم تحويل الاتفاقية إلى الحكومة السودانية النظر فيها وكانت وزيرة الخارجية السودانية قالت في وقت سابق إنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم واليوم أرسل بوتين إلى مجلس الدومة مشروع قانون المصادقة على اتفاقية بين روسيا والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان على أن مكونات الحكومة تسعى لاستكمال هيكل الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ التسامح الديني وقال إن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الأقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع بالجارة إثيوبيا وأن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة توعد رئيس الوزراء لإثيوبي أبي أحمد بالرد على الهجمات الأخيرة التي شنها المتمردون في إقليم التيجري بعد أكثر من ثمانية أشهر على الحرب في منطقة تيغري ها هي هجمات من وصفهم رئيس الوزراء أبي أحمد بالمتمردين تعود من جديد لتضرب أقصى شمال إثيوبيا لتدخل مسار التسوية والهدنة أزمة جديدة مهمتنا لم تنتهي بعد علينا مواصلة عملنا لتحقيق نتائج ولا يوجد سبب للانتظار لأنهم لم يغادر إقليمة جري الأكيد أن قواتنا ستواصل مهامها لمواجهة كل الصعاب وتحقيق الأهداف التي نصب إليها أبي أحمد توعد بالرد على الهجمات التي قال إنها قد تكون داخلية أو خارجية الدولة الفيدرالية الأثيوبيا لها كل الحق في أن تنشر قواتها المسلحة ومحاربة المتمردين والفاسدين الذين يقوبون بكل أعمال الشغب في البلاد تعود الحرب هذه المرة بعد الانتصار الذي تحقق في الأشهر القليلة الماضية والذي ترجم بدخول الجيش الإثيوبي للعاصمة الإقليمية ميكاييلي تلته استعادة المتمردين السيطرة عليها ما دفع حكومة أديسا بابا إلى إعلان وقف إطلاق النار الصراع في إقليم تيجري أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العقود الحديثة وفق الأمم المتحدة التي أكدت أن نحو مليون وثمانمائة ألف شخص يعيشون على خط المجاعة وثلاثة وثلاثين ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد أعلنت حركة طالبان في أفغانستان سيطرتها على معبر تشامن الحدودي الاستراتيجي مع باكستان في بلدة واش في منطقة سباين بولداك الوقعة في ولاية كندهار الجنوبية وفقا لتصريح أحد العناصر فأنه تم تعيون أشخاص من الحركة لمراقبة وضمان أمن رجال الأعمال من أجل مواصلة عملهم ونشاطهم بشكل منتظم قالت المتحدثات باسم البيت الأبيض جين ساكي أن واشنطن ستدعم المواطنين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية والراغبين في الهجرة للولايات المتحدة مشيرة إلى التواصل المباشر مع الكونغرس بخصوص تغيير التشريع المتعلق بإصدار وقبل التأشيرات نحن نعمل بطريقة مباشرة مع الكونغرس بخصوص تغيير التشريع المتعلق بإصدار وقبول التأشيرات لدينا بعض الصلاحيات ونعمل جاهدين لتسريع إصدارها نحن نقوم بمساعدة بعض الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية في إعادة إسكانهم في الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك عدد محدد لهؤلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية والذين يرغبون في الانتقال من أفغانستان للولايات المتحدة وذلك لأسباب أمنية المواطنون الأفغان الذين سينتقلون للعيش في الولايات المتحدة أول رحلة لهم ستكون في آخر أسبوع من الشهر الحالي وسيغادرون قبل مغادرة القوات الأمريكية تسبب أعلان شركة فايزر عن جرعة ثالثة معززة من لقاحها بجدل حول الحاجة لها ففيما أكدت الشركة أن الجرعة ستعزز مستويات الأجسام المضادة ضد فيروس كوفيد 19 وضد متحور ديلتا خاصة بعد ستة أشهر من أخذ الجرعتين أكدت السلطات الصحية الأمريكية من جهتها أن المعززات ليست ضرورية بعد جدل بين السلطات الصحية الأمريكية وشركة فايزر حول الجرعة الثالثة المعززة من لقاحها هذه الجرعة التي ستأخذ بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية تمنح وفق الشركة آمانا ثابتا عبر تفعيلها مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد الفيروس بما في ذلك متحور ديلتا عادة عندما نعطي لقاحات معينة قد نحتاج إلى لقاح ثالث أو جرعة ثالثة وتدعى بالجرعة المعززة لإعادة زيادة نسبة المناعة في الجسم ولتوضيح أهمية الجرعة المعززة أعلنت فايزر أن الحماية من حالات الفيروس الشديدة بقيت مرتفعة لستة أشهر لكنها شهدت انخفاضا في المناعة مع مرور الوقت لهذا سعت للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في أغسطس غير أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها أعلنا في بيان مشترك أن الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة ثالثة حاليا لكنهما يدرسان ما إذا كان هناك حاجة لذلك كثير من الذين أخذوا الجرعتين ونتابع عندهم نسبة المناعة إذا صارت نسبة المناعة تقل إلى مستويات نعتقد أن هذه المستويات لم تكن كافية لأن تكون كافية لحماية الملقح من أخذ الفيروس أو أن يتطور عنده أمراض شديدة من الفيروس فهنا نأخذ القرار بإعطاء جرعة ثالثة وكان مستشار البيت الأبيض الطبي الدكتور أنتوني فوتي أكد أنه عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى جرعة معززة فيجب الاستماع إلى مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وليس فايزر فايزر لم تكشف حتى الآن عن البيانات التي تثبت زيادة خطر العدوى بعد ستة أشهر من أخذ جرعتين لقاحها وهو ما تسبب لها بانتقادات من علماء ومسؤولين لكن الشركة وعدت بأنها ستكشف عن هذه البيانات قريبا حسين الطاود الحدث واشنطن نشكر لكم هذه المتابعة المزيد من الأخبار دائما بانتظاركم دمتم بخير وإلى اللقاء قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا إقاع يتسارع ويتباطع لكنه لا يتوقف كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمية دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم الأقبار الليلة يومياً الخامسة مساءً لتوقيت جرينتش على شاشة الحدث كل منهم لديهم مهمة باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر حتى وإن كانت الظروف صعبة تأذهب بباشرة بالصورة ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون يوماً بعد يوم مستمرون مراسل الحدث بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية بطلب إيراني تأجيل المباحثات النووية حتى تولي رئيسي للسلطة وواشنطن تؤكد أن التفاوض ليس مطروحاً للأبد الحراك الفرنسي يضغط باتجاهين في لبنان وترقب لرد عون حول التشكيلة الحكومية التي تسلمها من الحرير أمس مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مفتوحة اليوم على المستوى الوزري بشأن الأوضاع في ليبيا وصعدتم عوقاتاً مشاهدين وأهلاً بكم إلى جولة أخرى مع آخر الأخبار نبدأها بآخر تطورات الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران لكن طهران طلبت مزيداً من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لكن الخارجية الأمريكية ذكرت أن عرض العودة للمحادثات لن يظل متروحاً للأبد مصدر ديبلوماسي أمريكي قال أن إيران أبلغت أوروبا بأنها لن تستأنف المفاوضات حتى تولي رئيسي للسلطة مؤكداً إلى أن المؤشرات تؤكد أن المحادثات النووية لن تستأنف قبل منتصف شهر أغسطس المقبل في ألاثنا نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله أن كل تهديد تواجهه أمريكا من إيران يزداد خطورة في غياب القيود على برنامجها النووي الصحيفة أكدت نقلاً عن المسؤول الأمريكي أن إنهاء برنامج إيران النووي لا يزال أحد أهم بواعي في قلق أمريكا وأكثرها الحاحن وأضف أن واشنطن تعتزم مواصلة جهودها للحد من أنشطة برنامج إيران النووي بالإضافة لحماية المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في القضايا غير النووية ينتظر اللبنانيون اليوم جواب الرئيس اللبناني ميشيل عون على التشكيلة الحكومية التي قدمها له رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أمس وتتضمن تشكيلة 24 وزيراً من الاختصاصيين وتراعي شروط المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري يتزامن ذلك مع ضغط دولي لتأليف الحكومة تمثلا في الحراك الفرنسي الذي قالت مصادر أنه يعمل على خطين متوازيين أولهما منعوا تفاقم الأزمات الحياتية عبر تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان في الرابع من أغسطس المقبل والآخر الضغط لتشكيل الحكومة إلى ذلك أعلن صندوق النقد الدولي تخصيص مبلغي 860 مليون دولار للبنان ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين في إطار خطة لزيادة احتياطيات الصندوق الرئيس اللبناني ميشيل عون رحب بأي دعم يقدمه الصندوق معتبرا أن البلد مقبل بعد تشكيل الحكومة على تطبيق خطة نهوض تتضمن إصلاحات الشعية تحقق الشفافية وفق تعبيره وكان الصندوق قال سابقا أن لبنان لا يمكنه تخطي أزمته من دون حكومة إصلاحات حيث يعاني اللبنانيون نهيارا قياسيا في قيمة العملة مقابل الدولار فضلا عن شحن في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية أزمة الكهرباء في لبنان هي أيضا ألقت بثقلها على المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة إذ بات من الصعب عليها تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل أجهزة التنفس حالة وفاة دقت نقص الخطر في لبنان وأدت إلى تعاطف بعض المستشفيات مع المرضى وتوفير أسر لهم فقط لوضع أجهزة التنفس سبعة أعوام أنضاها أبو هاني على هذا الفراش برفقة جهاز التنفس مكانه خلا فالسبعيني الذي توقفت رئتاه عن العمل لم يتحمل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي رحل وسط عجز العائلة عن مساعدته كان يمشي شوي يقعد شوي يقولوا لي جبوا لي الكهرباء جبوا لي الكهرباء ما قدر تنفس صادفت نزله على مستشفى المقاصد ناخده نحطه بالطوارئ بس لأكرامة الكهرباء يعني عادة هو عايش على المكانات كان من المفترض أن تغادر السيدة مبارك هذه الغرفة منذ ثلاثة أسابيع لكن مستشفى رفيق الحريري الحكومي قرر إبقاءها حتى إشعار آخر خوفا من أن طلق مصير مرضى خسروا حيواتهم مع حاجتهم الدائمة لأجهزة التنفس بحي يصلوا معهم عم تجي نت ساعة تقريبا إلي شي شهر كان لازم أطلع يعني وصارت معي يعني صحت من شغلي والرواية صار بدي أكسوجين وصارتها الشغل يمكن هل ما كان يتكون ما في غيره عم بيلبوني ويقطع وغير فتح المرضى نوافذ غرفهم هنا مع توقف المكيفات عن العمل فانقطاع الطيار الكهربائي لم يستثني مستشفيات لبنان التي اضطرت للإسراء بتأمين المزود كي لا تنطفئ المولدات هذا طبعا هيشكل يعني عبق كبير على كاهل هالمستشفيات عبق مالي كبير وأنا برأيي أنه هذا أكيد هيأثر على قديش هالمؤسسات فيها تظل تستمر بيداء الخدمة لذلك أنا بشوف أنه هلأ للأسف يعني كتير من الحلول اللي عم تطرحي يعني مثل ما بيقول المثل مرقني اليوم وغرقني بكرة وصل عدد ساعات تقنين الكهرباء إلى أكثر من ثلاثين ساعة الأسبوع الماضي ومن غير المستبعد أن يتكرر المشهد في زمن الانهيار دوامة من الأزمات يتخبط فيها اللبنانيون كل واحدة مرتبطة بالأخرى وجميعها تهدد مصيرهم الصحي والاقتصادي والاجتماعي غنو يتيم الحدث بيروت أعلن زعيم تير الصدري مقتد الصدر انسحابه من الانتخابات النيابية القادمة وسحب يده من المشاركين في الحكومة أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك وأعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر فالجميع أما قاصر أو مقصر أو يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة على مستوى وزراء الخارجية حول المسار السياسي بليبيا يحضرها رئيس الحكومة الليبية عبد الحبيد دبيبة وسيتم خلال الجلسة التي سترأسها فرنسا مناقشة الوضع في ليبيا بما في ذلك ملف الانتخابات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار إضافة إلى ملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات بالإضافة أيضا إلى مخرجات مؤتمر برلين 2 وفشل منطق الحوار السياسي في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات هذا وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش أن جلسة اليوم تمثل فرصة أخرى لتحشيد الدعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها حول آخرات تطورات الميدانية في اليمن أجبرت انتصارات الجيش اليمني وتقدمه في محافظة مأرب أجبر ميليشيات الحوثي على الفراري باتجاه محافظة البيضاء وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات انتصارات كبيرة للجيش والمقاومة اليمنية وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب شهدت تقدما ميداني كبيرا لقوات الجيش الوطني والمقاومة وبدعم من التحالف مصدر عسكري قال ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مناطق واسعة ومرتفعات استراتيجية وعدد من المواقع المهمة مضيفا ان مجموعات من الحوثيين سلموا انفسهم لقوات الجيش والمقاومة في اطراف مديرية رحبة بعد ان تركتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات المدعومة من ايران اليوم السيطرة على منطقة بقفة وتصويت التاب الكامل من الميليشيات الحوثية ونحن الآن متجهن إلى منطقة الحتار بالأداء الجميل وثمد حر العدو وهناك غنائم من الصلاح والعفتات والعسلات انتصارات ميدانية تزامنت مع أكيام مقاتلات تحالف دعم الشرعية بشن غارة مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهات متفرقة بأطراف محافظة مأرب كبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعداد كما تمكنت دفاعات الجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيارة تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غرب مأرب سياسيا طالب السفير اليمني في بروكسل الدول الأوروبية بالمزيد من الضغط على الحوثيين وداعمهم للقبول بمبادرة السلام مؤكدا أن السمرار ميليشيات الحوثي في هجماتها على مغافظة مأرب والبيضاء يؤدي إلى سفك دماء المدنيين وفيما صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة البعثة الأممية في اليمن تتجه الأنظار نحو المبعوث الأممي المرتقب الذي سيخلف البريطاني مارتين جريفتس وقدرته على إنعاش عملية السلام أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي لاتفاق على إنشاء نقطة لوجستية تابعة للبحرية الروسية على البحر الأحمر مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التوقيع عليه يتطلب وقتا ووفقا للوزيرة السودانية فإنه تم تحويل الاتفاقية إلى الحكومة السودانية للنظر فيها وكانت وزيرة الخارجية السودانية قالت في وقت سابق إنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم واليوم أرسل بوتين إلى مجلس الدومة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية قال عبد العزيز علي سقر السفير السعودي في تونس إن الجسر الجوي لتوفير احتياجات البلد الطبية بسبب جائحة كورونا جاء بأمر من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تشاهدون معي الآن وصول الطائرة الثانية المحملة بتسعين طن من الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبتوجيه وإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استجابة لطلب ورغبة الرئيس التونسي قيس سعيد ودعم للشعب التونسي الشقيق وهذا الجسر الجوي وصلت من الآن طائرتان إلى مطار تونس وغدا إن شاء الله يستكمل وصول الطائرة الثالثة وتكون إن شاء الله محملة بتسعين طن أخرى من كافة الاحتياجات التي يحتاجها الشعب التونسي الشقيق ندعوكم مشاهدينا لمتابعة قناة الحداث عبر منصات التواصل الاجتماعي في سبوك تويتر ويوتيوب يمكنكم أن تتفاعلوا معها والقيام بزيارة إلى موقعنا الإلكتروني في الحداث دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة